دولاتي يا شيخنا لو في علاقة حب بين بنت وولد ما نفهاش عفاف دولاتي خلاص هما بيحب بعض وانت حببتي وانت مش عارف ايه والكلام دوت ما فيش اي عفاف هل العلاقة دي يقسم عليها؟ طبعا يقسم عليها بس مش يقسم يقسم دي اللي بتقوليها منهاش عربي خلينا ايه نتكلم عربي يقسم بها اسمه كده يقسم بها نعم يقسم بها طبعا هل الزنب دي يروح لو هما الاتنين اتجاوزوا؟ لا مش هيروح هما الاتنين اتجاوزوا من بداية العقد يبدأ عدم الاثم ومن قبل من كده هيفضل الاثم لعدم وجود العفاف طبعا شكرا اتفضل انت عايزة اقول حضرتك يعني كده افهم من كلام حضرتك ان قبل الزواج لو احنا ارتبطنا باي حد بشخص يعني ولد ومسلا تقابلنا برا بس بعلم الاهل تمام؟ تقابلنا برا وكلام كان يعني مش كلام صداقة لا كلام حب وكده كده عادي حلال؟ فيه عفاف ولا ما فيهش عفاف؟ هو الكلام مش كلام اللي هو صداقة مش للعلم؟ يعني هو وهو بيتكلم معاها مسك ايدها وفضلت تسبله ويسبل لها عارفة تسبله يعني ميه ولا مش عارفة؟ يعني تعمل عينها كده هو زي الهيمانة وهو برضو يا ابن عينه كده هو ويقول لها كلام كده ولا لا؟ لا يعني مثلا تقابلوا برا زي ما حبيبة قالت اللي هم مثلا لعبوا وهزروا بس بعلم الاهل؟ يعني الاهل سمحين بعدم العفاف هو كده لما يبقى في علاقة علاقة صداقة أو علاقة حب كده يبقى برا العفاف؟ ما احنا قلنا العفاف محتاج إلى علم الاهل ده نمرة واحد وعدم عمل الحرام هو بدون ترامس بدون كمان خلوة ولا لقاء ولا موعدة ولا رغبة ولا شهوة ولا كده وانت قعدت ايه تحرجمي حوالين النقطة دي اللي هي تبقى تقضح في العفاف يبقى الاهل عارفين لكن مفيش عفاف يبقى ممنوع تفضلي يعني هو دلوقتي كانت فيه علاقة بين بنته وولد هي كانت كانت بدون عفاف والوقت ما البنت دي حاولت ان هي تعرف اهلها هم رفضوا حاجة زي كده يعني هم رفضين المبدأ بيقولوا ان هي بعد كده يطلع عليها سوعة مش كويسة ومش هتعرف تتجوز وهتجوز شخص مش كويس في الاخر وحاجات زي كده فهي البنت ساعتها اضطرت ان هي تبقى العلاقة بينها وبين الولد دي برضو بدون عفاف وقالها ما يعرفوش عنها حاجة خلاص هتاخد اثم عند الله سبحانه وتعالى وقتوقف يوم الايام هي حاسبها طب ما هي حاولت ان هي تكون بعفاف علشان اهلها طب ما هي لما حاولت ومعرفتش عاملة زي ايه انا اشتغلت وبعدين معرفتش اجيب الفلوس المناسبة روح تسارق طب اعمل ايه انا عايز فلوس انا اشتغلت وشغلي جاب لي سين من الاموال مش مكافية روح تمتاجر في المخدرات طب ما انا هبقى قاثم بالشكل ده فهي يجب انها تبقى وعية جدا لهذه المسألة عرضت على اهلها واهلها رفضوا وكذا الى اخرية تنسحب مش الا لازم تعمل اللي في دماغها ولازم المبلغ يجي يعني يجي وهكذا ترجمة نانسي قنقر